من مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوية تيم أهلا بكي غنوة كيف تصفين لنا الأحداث لهذا اليوم؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي أيضا يتم رصده؟ طبعا حتى الآن ومنذ الساعة السادسة تقريبا بتوقيت بيروت أكثر من حوالي العشر ساعات هناك هدوء حذر على ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارات الثلاث التي استهدفت حارة حريك ومنطقة الحدث وأيضا بعد يوم وصف بالعنيف يوم أمس كان هناك حوالي خمسة عشر غارة استهدفت أيضا ضاحية بيروت الجنوبية ومحيط الضاحية في منطقة الشويفات ولكن حتى الآن هناك هدوء حذر في المنطقة وسط ترقب لما ستقول إليه الأوضاع ما إذا كان هذا الهدوء سيستمر لأيام كما لاحظنا خلال الفترات السابقة أو أن هذا الهدوء ستكسره الغارات مجددا خلال الساعات المقبلة على أن يكون هناك عودة لما كنا نشهده مع بداية هذه الحرب الشاملة على لبنان المهم اليوم هو ما يحدث دبلوماسيا من المفترض أن يصل غدا إلى بيروت أمين عام جامعة الدول العربية للقاء رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال وأيضا يصل غدا كان من المفترض أن يكون خلال هذا الأسبوع ولكن بحسب المعلومات والمصادر غدا يصل أيضا الموفد الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت أيضا للقاء رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال زيارة هوكستين هي مهمة لها ليست بطبيعة الحال لوقف آني لموضوع ووقف إطلاق النار ولكن طبعا لها دلالات بأنه لا يمكن أن يكون هناك زيارة لمفد أمريكي إن كان بالفعل لا يحمل معه شيء جدي خلال أيام الحرب من المفترض أن يكون هناك مناقشة للقرار 17-01 هوكستين كان قد عبر قبل أيام في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه يجب أن يكون هناك تعديل لهذا القرار الذي صمم على مكياس حرب تموز ولكن اليوم هناك حرب جديدة تدور في لبنان لذلك البنود الأساسية لهذا القرار هي بنود مهمة ولكن من المتوقع أيضا أن يكون هناك مطالبات بتعديل هذا القرار إن كانت تتعلق بدور ومهام اليونفل تعزيز هذا الدور إضافة إلى موضوع تعزيز وجود الجيش اللبناني البعض أيضا تحدثا ربما عن وجود قوات دولية لمراقبة انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني إلى شمالها إضافة إلى مراقبة الحدود البرية وخاصة عما كان يحكى عن تهريب الأسلحة من حزب الله عبر الحدود مع سوريا وإضافة إلى ربما إجراءات تتخذ على مطار رفيق الحريري الدولي أيضا لمنع تهريب الأسلحة عبر هذا المطار إذن هذه الزيارة يوم غد هي لمناقشة ما هي التعديلات التي تطالب بها الولايات المتحدة يطالب بها الإسرائيليون مناقشتها مع الفريق اللبناني الذي يعتبر نفسه الآن المعني المباشر بتلك المفاوضات رغم حديث رئيس البرلمان الإيراني اليوم عن أن إيران والمرشد والشعب الإيراني هم ركيزة للشعب اللبناني والمسؤولين والقياضيين في لبنان ولكن لبنان لا يزال الموقف الرسمي لديه هو أنه هو المسؤول عن إدارة تلك المفاوضات والموقف أيضا بأنه يريد تنفيذ القرار 17-01 ولكن طبعا بطريقة متوازنة أي بالانسحاب الإسرائيلي أيضا من المناطق المحتلة غنواء كان في الساعة الماضية إعلان من قبل الجيش اللبناني عن مقتل ثلاثة من جنوده من جراء ضربة إسرائيلية على مركباتهم العسكرية جنوب لبنان هل من أي تصريحات تتعلق بهذا الخبر من قبل الجيش أو من قبل الحكومة بشكل عام؟ الجيش اللبناني كان قد أصدر بيان أكد فيه تعرض الجيش اللبناني لإعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي في عين إبل وأكد مقتل أيضا ثلاثة من عناصره وطبعا كان هناك حتى الآن دائما تنديد بالتعرض للجيش اللبناني الجيش اللبناني منذ فترة كان قد أعلن عن إعادة التموضع في القرى وأعلن بأنه بالفعل موجود في القرى الحدودية ولم ينسحب منها كما كان قد أشيع سابقا موضوع اليوم التعرض للجيش اللبناني يؤكد بأن الجيش اللبناني لا يزال موجود على الحدود بالرغم من التواغلات البرية طبعا دائما هناك إدانة يعني هناك معرفة لقدرات الجيش اللبناني حاليا بكيفية إدارة تلك المعركة كان هناك توجيهات بأن يكون يعني لا يبادر إلى أطلاق النار ولكن بطبيعة الحال إذا كان هناك أي اعتداء عليك يكون جاهز لصد هذا الاعتداء دائما هناك تنديد بأن يكون هناك قتلة من بين الجيش اللبناني الذي حتى الآن يعني في هذه المعركة يأخذ دور المدافع ويؤكد في أكثر من مرة في بياناته بأنهم لم يخلي المناطق الحدودية أيضا خلال المشاورات الدبلوميسية دائما كان هناك حديث عن ضرورة تسليح الجيش اللبناني كي يكون قادر في الفترة المقبلة لانتشار على الحدود دعمه لكي يتمكن من زيادة عدد عناصره على الحدود والكل يعني المجتمع الدولي بالنسبة إليها الجيش اللبناني من المفترض أن يلعب دور أساسي بالانتشار وبحماية الأراضي في جنوب الليطاني والكرة في جنوب الليطاني بعد انتهاء هذه الحرب شكرا جزيلا لكي كنت معنا من مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت مراسلة الحدث غنوياتيم شكرا اشتركوا في القناة